سأسألك السؤال بشكل آخر هل تخشى أبو ياسر من أن القناة تكون ضحية تنافس شركات أشخاص كان لهم رغبة في أن يكونوا متواجدين عن طريق إنتاج الدوري بطريقة سينة أو بأخرى وبالتالي عندما لم يحصلوا هل في بالك يدور هذا الشيء؟ أنا أعرف بعض المناط لكني عشاني لا أتأكد منها لن أطرحها أنا حقيقة خلينا نصفي النية زي ما يقولون ولكن خلينا أقولك أنا ما يهمني الحقيقة للاعتبارات قد يكون بعض الذين تضرروا أو كان يسعون إلى أن فك النقل الحصري من التلفزيون السعودي إلى قنوات أخرى لهم أهداف أخرى ولكن أنا لا يعنينا حقيقة لكن ما أريد أن أكد أنا إلى أنه قضيتها مهمة القضية الأولي يجب أن تكون قناتك الوطنية هي من استحق الدعم ومن استحق والوقوف معه والمساند لها وهذه قضية وطنية خارج عن القضية الثانية هي التأكيد بأنه هدفنا أو هدف القيادة من هذا النقل الحصري هو الحفاظ على هذا الوطن هذه قضية معينة لا نهدي في الربح المادي أبدا ولكن العملية يعني محاولة ممارسة بعض الضغوط أو محاولة الحصول على حقوق هذا النقل حقيقة القضية هذه محسومة ولا أعتقد من التوجهات التي بلغتنا أنها مجال للتفاوض لأنك متى ما مانحت هذا الفكيت الحصر عن أي جهة معنات من هنا خراص يعني فلت الزمام من يدينا تحشى متصيد الأخطاء؟ لا متصيد الأخطاء لا تحشى أنت في القادم الأيام أن يكون متصيد تكبير لبعض الأخطاء مثلا؟ لا أشوف أحنا يعني لا نتدعي الكمال لا أحنا ما نتدعي الكمال لكنه قد يحصل مني أخطاء يعني من فيما يقع في خطأ؟ أكيد فأنا يقول لك قد يقع مني خطأ أحيانا في نقل معين قد يقع مني ولكن هذه ليست مبرر لما سيقع من أخطأ أنا سيجتهد وسأب الجهدي إلى أقصى درجة ولكن لا سمح الله فيما لم يوقع خطأ الكل يختار فأنا أقول لك أنا جالسا أنا أكلمك وأنا قاعد أحسب يكون عندي مباريات في الخبر وفي النجران وفي الأحصى وفي المجمع وفي بريدة وفي المدينة والدمان والرياض وجده إلى آخر أنت عشان تعملك حركة نقل العربات بين هذه الشبكة الكبيرة من المدن عندك مبارات اليوم في الرياض بكرة تكون مبارات عندك في الشرقية أنت كم عندك من عربية تستطيع أن تغطي هذا الحجم الكبير من المباريات وهذه الاستعدادات للدولة ولكن نحن عملنا جدولة بإذن الله مع الأخوان في القناة الرياضية الزميل غانم وابو لمة وكلهم الحقيقة تشتهدوا في وضع جداولة وبلغت وسلمت للشركات الناقلة أيضا التليزيون السعودية سيقوم بدوره في هذه الناحية على نقل متفرجية لدينا عربات ولدينا إمكانات وسنسهم في تغطية عدد كبير من هذه البرادات وسنكون زي ما تقول احتياط في حياة لا سمح الله لو اتضح لنا أنه أحد المباريات التي وعدلة بنقلها وحالة بينها عقبات فنية أو شيء سيكون السنة جاهز على مدار الساعة طيب الآن بالنسبة للنقل اليوم طبعا حسب الخبر أن القناة تدخلت ما أدري متى متى أن تدخل اليوم في الشركة اللي هي البريطانية والناقلة اللي الدوري أو اللي تقوم بإنتاج الدوري تواردت اليوم وعملت يعني مثل بروفات أو تست تجريبي نقل تجريبي وتواردت في ملعب الدمام وفي ملعب الجدة الزملاء حضروا طبعا اليوم في جدة رسلنا كاميرات أيضا كاميرات هذه فقط ليست للتغطية وإنما أيضا نسخة تقارير لأبو ياسر نشرها له حتى نطلعهم على آخر استعدادات الشركة سميل الصوفي من جدة وفيصل قحطاني من الدمام خلينا نشوف أول جدة تغطية استعدادات لبداية الدوري قدر أو الدمام أول نشوف الدمام ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 استعدادات لمباريات الغد من اليوم عملوا بروفا وتست تجريبي للنقل الغدن الشركة ايضا الناقلة هي متواجدة الان وهذا المخرج احدهم ديفيد المخرج البريطاني المخرج الاخر ايضا من الشرقية كلهما من الشركة وعملوا ايضا في نقل مباريات اخراج مباريات في كاس العالم وفي دوريات اوروبية متواجدين لمتابعة والاشراف على النقل وغدا سيكون هم المخرجين لمباريات الغد بين الله تعالى طبعا هم سووا فتس في ملعبين الملعب الاخر كان جاهز من اول فبالتالي فقط هم المباريات لانو الملعب يحتاج بعض الملعب تحتاج الابروفا من بدري حتى يعرفونا ماكي الكاميرات بشكل جيد ابو لاما خلينا اسألك عن موضوع المباريات كيف الشهر هذا كم سيتم نقل مباراة وبالنسبة للموسم بيشوفه بياسر خطتهم في النقل طيب انا بس قول اتكلم عن المباريات انا اقول جميل ان احنا نشاهد عربة النقل والمخرجين يعني بالنسبة للمشاهد هذا شي جيد لكن يعني انت لما توريني العربة النقل كأنك بالنسبة لجريدة توريني المطبع انا يعني التفاصيل هذه كثير ما تعانيني انت انا كمشاهد اعطيني الشاشة اللي انا ابغاها من صورة يعني على صورة نقية ومعلق ممتاز واخراج جيد واحنا ان شاء الله نعد بهذا وانا واثق تماما لكن يعني احنا طررنا الامانة انا ذكرت زي لما انا الاستاذ عبدالرحمن كان يتكلم عن الكواليتي او نوعية الصورة اللي احنا ما شاء الله من ثلاثة ونصف الى ثمانية ميجا انا كنت كلما امشي بالشارع التحلي بالذات امشي امارسل امشي بعد المباريات عشرات كلما هذا يا مدير قناة اشتروا كاميرات جديدة اشتروا كاميرات جديدة هو فالمشاهد يتوقع انه مشكلة في الكاميرات هذه ما هي مشكلة في الكاميرات او احنا الحمد لله يعني اتحدثنا الان عن عربسات ونايلسات وبالنسبة لنقاء الصورة وبالنسبة الحيزل هذا فان شاء الله ان شاء الله كل هذا يكون على اعلى مستوى بالله تعالى لكن انا اتكلم عن الضغوط فيما يتعلق بالاعلام كثير انا يعني كأننا احنا بنتكلم عن المطبع في الجريدة هذا مو شيء اهم شيء انت شوف انت احكم علينا اللي أبغى اقوله احكم علينا من خلال اللي نقدمه يعني الحكم المبكر هذا انا اشوف انه يعني ماله داعي للامانة بالنسبة للمباريات انا ابغى اقول انه احنا باذن الله تعالى زي ما تفضل ابو ياسر يعني سنتجاوز باذن الله تعالى ان الله اراد الرقم السابق 372 مباراة الى 450 مباراة بالنسبة لكاس خادم الحرمين 2014 مباراة وكاس ولي العهد 15 دوري زين 182 مباراة يعني هي كل المباريات بقية المسابقات حوالي 240 مباراة يعني احنا انا ابغى اقول عندنا 50 مباراة درجة اولى ودرجة ثانية 25 مباراة فيه ناس كثير بيسألون عن الناشين اقول لهم نعم الناشين في عدد كبير ان شاء الله تعالى من المباريات خاصة المباريات الديربي على مستوى الناشين سنهتم بهذه المباريات بالاضافة الى مباريات الشباب فضلا عن معظم مباريات كاس الامير فيصل بن فهد ان شاء الله تعالى فاني احب اطمن انه حتى في الايام التي تكون هناك فقط ثلاث مباريات على مستوى دوري زين المحترفين سنحاول ان طبعا ننقل مباريات الشباب والناشئين او الدرجة الاولى والدرجة الثانية ان شاء الله تعالى نعم هذه طبعا الارقام امامكم على الشاشة 14 مبارا كاس خدم الحرمين كاس وليل عاد 15 دوري زين 182 بقية المسابقات الرياضية المتعدل سواء بجميع الفئات والنوع المسابقات 239 مباراة باجمادي 450 وقد تزيد يعني وقد تزيد يعني ممكن تزيد يعني بحسب الظروف نعم وبياسر تحدث عنه في خمسين مبارا ربما وخلاص ستنقل بإمكانيات نعم نعم طيب لو جينا الحديث هنا عن البرامج طبعا بيتحت اتكلم عنها ولما كنا نتكلم عنها قبل شوية عن مسأة البرامج ولكن الحديث هنا بياسر عن اختيار المباريات هذا الكم الهائل من المباريات كيف سيتم مراقبة الشركة هل هناك مراقبة عليهم في تنفيذ جميع الاشتراطات الفنية اللي اشترطتم عليها من قبل التلفزيون السؤال جيد الحقيقي وكنت يعني يعني اتمنى انك تطرح مثل هذا السؤال خلينا اقول لك اياها بكل يعني بكل صراحة يعني امام هذا الحجم الهائل من المباريات وهذه الامال المعلقة علينا لا بد ان يكون عندنا هناك مرجعية نستند اليها في التقييم احنا لدينا الجدولة ولدينا جدولة المباريات اي ملعب ستنقل ومن سينقل والعربة ستنقلها والتواقم التي تستنقل هذه المباريات سيكون هناك رقابة على عدد من الاشياء التأكد من ان التواقم التي اتفق عليها لتنفيذ هذه المباريات وفق الشروط والمواصفات موجودة فعليا في الميدان بمعنى انه سيكون عندي من القناة الرياضية او قد استعين ببعض الجهات الاخرى التأكد قبل انطلاق المباريات من انه جميع الاشخاص الذين في المهن المحددة لهم التصوير الاخراج الى اخرهم متواجدين وباسماهم وبجنسياتهم المطلوبة هذه قضية مهمة القضية ثانية ستأكد من نقاوة الصورة سيكون هناك رقابة محتوى ورقابة جودة كيف؟ اتأكد انه والله المباريات هذه نقلت حسب المواصفات اللي احنا وضعناها ما يتعلق بنقل الكاميرات استخدام الكاميرات الاخراج الاعادات البطيئة الجداول الاسماء اللاعبين الاعادات هذه كلها امور تتعلق بعملية الجودة نعم وسيكون هناك تقارية تخرج في نهاية كل مباراة عن سير هذه المباراة كيف بدأت وكيف انتهت اذا هناك اي خلل حصل في اي مباراة مباراة سيتم يوميا مخاطبة الشركات الموكل اليها القيام بتنفيذ هذه المبارايات حتى يتم التأكد باننا جادين واننا العملية ما هو الله خذ المشروع هذا وخلاص ونفذ وانا من نهاية الدولة اقوله كثر خيارك وحسابك متما حصل الطلاف الاخر لديه رقابة لصيقة خلينا اقول لك بالمحتوى والمضمون والجودة سترتفع مستوى المسئولية وسيكون هناك ادراكي لانه القنوات الرياضية تفزين السعودي وانهم لديهم الامكانية للتأكد من جودة المحتوى هذه قضية حقيقة يعني لن نتساهل فيها ومتى موجدنا في وقت من الأوقات ان الشركة او فولا من الناس الذي تم اختياره غير قادر على القيام بالمهمة وتكرت منه الأخطاء لدينا الحق لمطاربة الشركة بالاستبدال في أسرع وقت ومتى موجدنا انه اي شركة من هذه الشركات التي تجي اسند اليها هذا العمل سواء كانت المكلفة بالفئة الاولى من الباريات اللي هي الفئة الف او الفئة الثانية الفئة باء المكلفة بانتاجها المرض دون المستوى ولم تحقق الاشتراطات لدينا الحرية الكاملة في أن تستبدل بما هو أفضل المشاهد من المسؤول قدام المشاهد القناة او الشركة نحن المسؤولين هذه المسؤوليات نعم نحن نساء ما يتابع الشركة وسنستمع إلى كل تقييم منطقي وعقلاني قلنا أقول لك منطقي وعقلاني ونقد هادي وبناء قلوبنا مفتوحة بالعكس هم المرآت التي ننظر إليها نتعرف على لا سمح الله نواحي القصور أو الضعف الموضوع مستمر ما هو عملية بمرة سنعمل معا عشرة أشهر متوالية سنستمع إلى ملاحظات وسنأخذها بعيد الاحتبار وسنقيم وسنحسن لا تتوقع أنه يا عزيزي أنه من الأول يوم أنا سأعطيك كل شيء كامل بأول بارات قد يكون ولو أقول لك أني خلاص أبدا أمشي معاك وراح تشوف التحسن في آخر الدوري ولكن فيه قد تجد بعض الظروف ومنطقة تستوجب مني تغييري في بعض الخطط استبدالي بعض الأشخاص تغيير بعض العربات تقنيات الآليات التي تستخدمت من واقع التجربة والمعايشة ساعيين وراء الأفضل يعني المشاهد بكرة لو شاف نقل يعرف أنه هذا موه كل شيء أنه إحنا